وتعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الناشط السياسي الأحوازي الأستاذ رمضان الناصري أهلا وسهلا بك أستاذ رمضان عليكم وسهلا بك حياك الله أخوي طبعا شكرا لكم شكرا على غناتكم المغررة لتغطية آخر الأحداث شكرا لك نعم أستاذ رمضان لماذا برأيك يأتي أمريكي يبلغ من العمر 77 عاما إلى فيينا لتسجيل هذا الموقف طبعا النظام الإيراني نظام ما في عيش على الخطف ونهب الآخرين وليس هذا الأول طبعا منذ بداية الثورة الإيرانية إلى يومنا هذا وتسلط النظام الجديد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحكم الإيرانيين بدأوا من أجل وصول إلى مطالبهم الغير حق بدأوا باختطاف الرهائن مختلفة من مختلف البلدان من الأمريكان والأخص القربيين مثل ما أشارت إلى مسألة السفارة الإيرانية عام 79 إلى يومنا هذا وأثنيا من أصول أثنيا نمساوين السيد مسعود مصاحب وكاميران قادري وأضيفا إلى ذلك أنه تم تجاوب مع مطالبة بيري روزين وانضم إلى بيري روزين نزار زاكا اللي هو من اللبناني العاصل أمريكي انضم إليها في الإعزصان مغابل هوتل المفاوضات في فيندا وهذا اليوم كل الصحف كتبت عليها وأيضا مثل ما موقعكم سابقا ذكر أنه أحد الصحف النمساوية أذكرت أنه إيران طلبت من النمسا أن تفاوض حول مبادلة ما بين أسدي النائب السفارة الإيرانية المحجوز الآن 20 سنة في بلجيكا مغابل تلك الرهينتين مسعود مصاحب وكاميران قادري والنظام الإيراني يسعى لكل فترة يخطف الأجانب القربيين وبعدين يتفاوض معهم وياخذ مكانهم فدية وهذا ليس شيء جديد في النظام الإيراني أيضا على لسان محسن رضائي الآن هو معاون رياسة الجمهورية وأعلن في التلفاز الإيراني قال نحن نخطف القربيين وناخذ مقابلهم فدية أو مقابل نحرر الإيرانيين المحجوزين في الدول القربية وقبل أسبوع كان أيضا محاكمة بن يامين بربير اللي هو فرانسوي أيضا محسجون في إيران تمك محاكمته وإلى الآخرين وأيضا غب اليومين كانت محاكمة حبيب لسيويد الأحوازي اللي انخطف من تركيا وهذا الأمر مستمر الإيرانيين ليس جديد عليهم بالاختطاف ياختطفون الأبرياف وبعدين يتفاوضون مع القرب والآن مطالبة سيد بري روزن أنه يضغطون على دولة إيران أنه تطلق صراحة الرهائن والرهائن ليس ذنبوا لهم أن يزورون إيران أو يزورون بلدان أخرى ويتم خطفهم على حساب السياسات الإيرانية نعم ماذا تحديثنا أستاذ رمضان عن سجن إيفن سيء السمعة وحال المعتقلين بسبب عمليات التعذيب الذي يقوم بها النظام الإيراني ضد المعتقلين طبعا النظام الإيراني لما يخطط في شخص أو يحتقله كما سدر علينا في الداخل في الأحواز هنا يعني الشخص مدة سنة أو أغلالي سنة أو ستة شهر يقع في الزنزانة الإنفرادية بدون أن يحصل على محامي بدون أن يتصل مع أهلاء ويتصل على أي شيء ينتزع من عنده الاعتراف غصبا عليه وذا ما يتجاوب مع السلطات أو الأسخبارات الإيرانية يتم تعذيبه بشد التعذيب يعني التعذيب نفسيا وتعذيب جسديا كما جرى علينا في الزنزانة الأسخبارات الإيرانية هل تم اعتقالك أنت أيضا أستاذ رمضان؟ نعم أنا تم اعتقالي سنة 2006 لغاية 2014 ماذا تحدثنا عن هذه التجربة المريرة التي مررت بها أستاذ؟ طبعا تجربة مريرة لأن تعيش حياة مظلمة في الزنازين للسخبارات الإيرانية أنا قضيت ما يغارب أكثر من ستة أشهر بزنزانة انفرادية لوحدي ولا تسمع صوت أحد ولا تشوف أحد ولا تشوف محامي مجرد أنه يوميا يأخذونك إلى قرف خاصة وعيونك مع الصباح ويأخذون عندك اعترافات بما هم يردون وهازم توقع على بما هم يكتبونه وذا ما تتعامل معهم وذا ما تقبل بأي كلمة من عندهم يتكون تعذيب نفسي وتعذيب جسدي ويهددونك أيضا بأهلك وأقاربك وبما يخص فيك وليس الأمر يتعلق بك شخصيا نعم أستاذ رمضان هل النظام الإيراني يكترث بأن يضرب أحدهم عن الطعام لأن تستجيب طهران له إيران طبعا دولة مارغة ولا تعير لقوانين الدولية شيئا لن تعامل مع الآخرين بمعاملة سيئة وتعامل حسب بما هي تريد يعني الشخص يتعاطفون الناس الآن تتعاطف مع المحتجزين في إيران لكن إيران لا تعير لهذه الأشخاص لأن إيران ما تعرف إلا غوة لغة القوة ولا تعرف لغة الديبلوماسية ولا هذا إيران تخطف حتى تأخذ مغابر الامتيازات نعم شكرا لك أستاذ رمضان الناشط السياسي الأحوازي كنت معنا اليوم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك